أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أنه لأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأكثر من مائة ألف مواطن وأن الهدف إضافة مائة ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الثلاثة أعوام القادمة وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة X اطلعت اليوم على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات لأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأكثر من مائة ألف مواطن منهم سبعون ألفا انضموا في آخر عامين ونصف بعد إطلاق أخي رئيس الدولة لبرنامج نافس بدعم سخي بلغ 24 مليار درهم وإطلاق العديد من التشريعات الداعمة والمحفزة للتوطين في القطاع الخاص والنمو الاقتصادي المتسارع في بلادنا واعتمدنا في مجلس الوزراء سياسة جديدة بإعطاء أفضلية التوظيف في القطاع الحكومي لمن يحمل خبرة من القطاع الخاص تبلغ ثلاثة أعوام تقديرنا وشكرنا لفريق العمل في نافس ووزارة التوطين والموارد البشرية الذين يتابعهم أخي الشيخ منصور بن زايد في هذا الملف الوطني المهم قطاعنا الخاص وقطاعنا الحكومي يعملان بتناغم وتكامل والقوى العاملة المواطنة وغير المواطنة تتمتع بمئات الآلاف من الفرص التي يغفرها اقتصادنا الوطني وهدفنا أن نضيف مئة ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الثلاثة أعوام القادمة بإذن الله وقادم بلادنا وشبابنا واقتصادنا أجمل وأفضل وأعظم بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة